شخصية يحيى ابن زكريا واقعا في القرآن الكريم هناك الكثير من الإيماءات والطروحات القرآنية التي طرحها الله سبحانه وتعالى عن سيرة هذا الرجل العظيم كانت هناك عناية ورعاية إلهية بهذه الشخصية منذ ولادتها أبل من قبل ولادتها إلى حين استشهادها تناولتها الآيات القرآنية نمر بصورة عابرة جدا على بعض السمات والخصائص التي ذكرها القرآن الكريم لهذه الشخصية الكبيرة أولا فيما يتعلق بمسألة تمني زكريا لأن يكون له ولد القرآن الكريم يتكلم لنا في بعض الأحيان عن هذا السبب طبعا وجود الولد بالنسبة إلى الأب وإلى الأم أمر فطري كل واحد يتمنى أن يرزق بأولاد وهذا أمر خلقه الله في فطرة الإنسان لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالذرية الصالحة خصوصا من طال انتظاره الله سبحانه وتعالى لم يستثني حتى شخصية مثل شخصية زكريا وهو نبي من هذا الأمر الفطري فهو أيضا كغيره من الناس تمنى أن يكون له ولد ولكن متى دعا الله سبحانه وتعالى بأن يكون له هذا الولد القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية حينما كبر في السن وبعدما أحس بأنه أصلا لا يمكن أن يأتيه ولد لأن امرأته عاقر وأصبحت خلاص لا يمكن أن تنجب في أيام شبيبتها لم تنجب فكيف في أيام كبرها وعجزها دعا الله سبحانه وتعالى من أجل استمرار نسله ومن أجل أن يكون هذا الولد وليا يرثه فهذه من الموارد التي تمنى فيها زكريا أن يكون له ولد موقف آخر يقول عنه المفسرون أيضا وفيه إماء من القرآن الكريم كذلك أن حينما كان يدخل على مرية وكان يرى ما عندها من القرب من الله سبحانه وتعالى ويرى ما عندها من الخيرات التي تنزل عليها من الله مباشرة من السماء تمنى أن يكون له ولد مثل هذه المرأة الصالحة لأنه عشق أن يكون له ولد لذلك نقول بأن مسألة طلب الويلد مسألة فطرية في الإنسان ولكن في تاريخ الأنبياء والصالحين والأولياء المسألة ليست مسألة أشوائية وإنما تقوم على معادلات وشروط طبيعية يطلبها الصالح في الأرض اتلاحب حينما زكريا طلب هذا الولد قوله تعالى هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية شنو؟ طيبة إنك سميع ما يريد أي ذرية على الرغم أنه تأخر عن الإنجاب وعادة الواحد إذا يتأخر في الإنجاب يقول أنا أريد أي ولد يجيني بأي شاكل يجيني عدل أو لا لكن مع ذلك مع تأخر الإنجاب ومع المعاناة والصعوبة كان يطلب ذرية طيبة مما يعني بأن طلب الذرية إنما هو أمر هادف له هدف معين فأنت حينما تطلب الذرية مو تطلب أي ذرية وإنما تطلب الذرية الصالحة الذرية الطيبة لذلك يتناسق هذا المطلب مع روايات التي ترد عن الرسول أهل البيت عليهم السلام التي تقول اختاروا مثلا لنطفكم وتأمر الإنسان بأن يختار سواء كان رجل أو أمرأة يختار الشريك المناسب له في هذه الحياة ومن هنا هناك من الآداب التي تذكر في الزواج ويمكن الكثير منه يغفلها في أيام زواجه بعض الأدعية المأثورة لطلب الولد من قبل أن تكون هناك معاشرة من قبل أن يبدأ الإنسان لمشروع الأولاد يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه ولدا صالحا لأن الولد الصالح هو خير هذه الدنيا بأكبرها أما الولد الفاسد والعياذ بالله فهو وباء وهو مشكلة على أهله إذن زكريا طلب ذرية صالحة كان هذا الولد الذي طلبه من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى استجابله وبالفعل رزقه وهناك آيات في سورة مريم وآيات في سورة آل عمران تتكلم عن تفاصيل هذا الموضوع ما هي خصائص هذا الولد الصالح الذي طلبه زكريا القرآن الكريم ذكر له عدة خصائص قال فنادته الملائكة نادت مين زكريا أحسنتم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب كان بيوم كان يتنادي في أي مكان كان بيوم كان الوحي أن ينزل عليه في أي جهة من الجهات وهو حتى على فراشة بنا كان يمكن أن يأتيه في المنام كرؤية لكن الله سبحانه وتعالى اختار لهذه البشارة العظيمة أفضل مكان وأحسن مكان هو وين هو المحراب لذلك هذه حركة المحراب في حياة الإنسان خصوصا الإنسان المؤمن اللي يعتني بأن يكون له مكان لمصلاه يصلي فيه المكان الذي يقول الفقهاء في حالة الاحتضار أو في حالة النزاع يستحب أن ينقل المرء إلى مكان مصلاه لتشمله الرحمة الإلهية هذه نزلت عليه في مكان فيه حالة من التجلي هو ذلك المحراب الذي يركع لله ويسجد هذا في الواقع مكان معراج إلى السماء يمكن أن يصل فيه الإنسان إلى أرقى المراتب من خلال ذلك المحراب من خلال العبادة بعض الفلاسفة يقولون إحنا وصلنا إلى منازل علمية معينة لم نصلها من خلال البحث العلمي وإنما وصلناها من خلال العبادة والمحراب فما حصلنا عليه في المحراب لم نحصل عليه في إذا صح التعبير في الحوزة أو في المدرسة لأن المحراب في بعض الأيام يربي كلمة منقولة معروفة عند السيد المولى صدر الشيرازي صاحب الأسفار يقولوا لقد كنت شديد الذب بعد مسألة فلسفية أصالة الوجود أو الماهية وكنت شديد الذب عن أصالة الماهية حتى تفرغت إلى العبادة ثم انكشف لي من خلال العبادة عكس ذلك ثم استدللت عليها عقلي فيمكن أن ينكشف الكثير من الأمور من الله سبحانه وتعالى هو أنت في المحراب على كل حال شنو خاطبت الملائكة إن الله يبشرك بيحي مصدقا بكلمة من الله شوف الأوصاف مصدقا بكلمة من الله بعضهم يقول بأنه يعني مصدق لنبوة النبي عيسى هو أول من آمن به وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح إذن عدة أوصاف أعطتها الآيات الكريمة إلى هذه الشخصية أملية التصديق بالأنبياء أملية الخضوع لمرسلين من الله سبحانه وتعالى للدعاة من الله سبحانه وتعالى لذلك تجد الإنسان المؤمن يخضع إلى الأنبياء يخضع إلى الرسول يخضع إلى الأئمة ومن بعدهم كذلك كما هو في مذهبنا يقلد فيه الفقهاء الذين هم خلفاء عن الأئمة عليهم هذا الإذعان هو الذي يكون في شخصية الإنسان المؤمن وهو من أول الصفات التي ذكرت إلى يحيى الأمر الآخر وسيدا فهي المسألة ليست مسألة أن يكون الإنسان هامشيا في داخل المجتمع وإنما يجب أن يكون له دور ومن ضمن الأدوار التي يمكن أن يؤديها هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فكان هنا الطلب من زكريا أن يكون هذا كانت البشارة من الله سبحانه وتعالى لأن يكون هذا المولود سيدا بين قومه سيدا في قومه هذه من علامات أيضا قوة الشخصية وحصورة تعدد الكلام واقعا في مسألة حصورة شنو مقصود بها هناك من يقول بأنه لا شأن له بالنساء وأنه لا يعاشر النساء هذا بمعنى بأنه الحصور ولعل بعض الإيماءات القرآنية لا تساعد على ذلك خصوصا حينما طلب زكريا ذرية طيبة مما يعني بأنه قد تكون له من يحيا وهو الإبن الوحيد ذرية طيبة وبالتالي هذا القول يمكن أن يكون غير صحيح هناك قول آخر بغض النظر عن كونهم أيضا يناقض الشرائع السماوية في هذا الأمر الأمر الذي يمكن أن يقال بمعنى الحصور هو الذي حصر نفسه على الطاعة وأبعد نفسه عن المعاصي لذلك كانت شخصية يحيا من الشخصيات العابدة في عصرها كان حينما يسمع موعظة من أبيه فيها ذكر إلى الجنة أو إلى النار أو العذاب يهيم في البر يهيم في الصحراء ويظل أيام تبحث عن أمة في الصحراء وفي الأماكن وفي المغفرة فقط لتلقى وإذا هو يتعبد ويعبد الله ويبكي من شدة الخوف خوف الله سبحانه وتعالى لذلك حصر نفسه على عبادة الله في بعض النصوص في كتب بعض الإخوان من المذاهب الأخرى أن حتى الأنبياء يأتون يوم القيامة يمكن أن يلاموا على بعض الأمور إلا يحيا ابن زكريا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تقرب به هذه الشخصية إلى الله سبحانه وتعالى إذن هذه حالة من الارتباط بالله سبحانه وتعالى جعلت من هذه الشخصية شخصية عظيمة لها عظمة في تاريخ القرآن الكريم ونبيا من الصالحين أيضا هناك في آية سورة أمران بعض الصفات الإضافية يا يحيا خذ الكتابة بقوة هذا مبحث بروحة واقعا لأن في الكثير من تعبيرات القرآن الكريم فيها الأخذ القوة في الكتاب يعني بجد بعناية وبالتالي الله سبحانه وتعالى يطلب منه أن يأخذ الكتاب بجد على الرغم أن الكلام عن الكتب التي تأخذ بحق أو بقوة في تاريخ الأنبياء السابقين لم تكن معاجز هذه الكتب ما كانت معاجز إلهية ولا كانت معاجز أنبياء فماذا تقول إذن بكتاب الله الذي هو معجزه وهو الباقي على أصالته ونصاعته وطهارته وهو القرآن الكريم من باب أولى أن نأخذه نحن بقوة من باب أولى أن نجعل من هذا الكتاب مشعلا في حياتنا نستضيء بظلة لكن مع الأسفل الشديد الكثير مننا ما يهتم بالقرآن الكريم يمكن بعد حتى على مستوى التلاوة يمكن يوميا يدخل على الواتساب خمسين ستين مرة ويقرأ الكثير من الأمور لكن ما يقرأ له صفحة له صفحته من القرآن الكريم وفي بعض الأحيان بعض الناس قد يتجه إلى القرآن الكريم يقرأ إليه يمكن يلزم روح ببرنامج إلى قراءة القرآن لكن قراءة شنو غير واعية غير متدبرة يتحصله يفتح القرآن فقط يريد يخلص إليه عقب كل فريضة أربع صفحات لأنه يريد أن يختم القرآن في كذا يوم فيفرض نفسه أربع صفحات يقرأها بلا عناية هي المسألة ليست مسألة الكام لو تقرأ لك آية واحدة وتستفيد منها وتتأمل فيها خير لك من أن تقضي ماذا كل ثلاثة أيام تختم القرآن الإمام الرضى سلام الله عليه يقول عنه بعض أصحابه كان يختم القرآن في كل ثلاث كل ثلاث ليالي يختم القرآن ويقول لو أردت أن أختمه في أقل فعلت لكن ليش ما يختم في أقل يقول ما مررت على آية إلا وتدبرت فيها وتأملت في سبب نزولها وفي معناها على الرغم أن العلم الإجمالي للقرآن بأكمله وتفسيره موجود في ذهن الإمام لا يحتاج إلى توقف لكن حتى أنا وإنت ناخذ هذا السلوك كسلوك يومي لو في اليوم فقط آية وحدة وأفهمها خير لي من أن أقضي صفحات قراءة في القرآن من دون الفهم ومن دون الانتباه على كل حال وآتيناه الحكمة صبي حال من التمييز وهو صبي بين الحق والباطل هذا بحث آخر ما أريد أن أدخل فيه الآن وحنانا من لدنا وزكاة وكان دقية هكذا كلها أوصاف واقعا لو نريد أن نقف عند كل واحدة منها يطول المقام بنا إن شاء الله ما أطولنا عليكم صلوا على محمد وعالكم وحنانا من لدنا بعضهم قال يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أشبع قلبي أحيا حنانا على قومه أشبعهم حنانا وعطفا بس ما أدري أفي مثل حنان الحسين وعطف الحسين شيء الذي يبكي على أعدائه ما أدري بعض المفسرين يقول وحنانا من لدنا رواية عن أبي جعفر عليه السلام قال المقصود بها أن الله سبحانه وتعالى تحنن على يحيا لمقامه ويش من ضواهر هذا التحنن يقول فإذا قال يحيا يا رب اسمع فإذا قال يحيا يا رب قال الله لبيك يا يحيا إلى هذا المستوى حتى تعرف شلون قيمة هذا الإنسان الصالح يا أخي الذي يعيش مع الله وهذا مو خاص بيحيا فقط لأنه نبين الأشياء التي تكون ضمن أسبابها الطبيعية التي يكون مثل يحيا في حياته وترتسم حياته كحياتي يحيا يمكن أن يصل إلى مراتب من هذه المراتب مع فارق النسبة فيمكن أن يصل الإنسان إلى هذا المستوى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا من الصفات البر بالوالدين شبابنا وأولادنا الله الله في أمهاتكم وآبائكم لأنهم سند الحياة هذا الأب والأم هذا كل شيء يهون أمام بسمتك أيها الولد وأمام مصلحتك فيضحي بكل شيء من أجلك أجلك بعد وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث أعظم وأصعب المراحل حينما يولد الإنسان وحينما يموت وحين البعث الله سبحانه وتعالى أسلم يحيا من فزع هذه الموارد الثلاثة وبعضهم يقول بأن عيسى كان يقول عن يحيا يقول أنت خير مني قال لي شلون أنا خير منك قال لي لأن الله سلم عليك في ثلاثة موارد فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وإنما أنا سلمت على نفسي فقلت وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله سلم عليك لكن أنا سلمت على نفسي ولم يأتي السلام من الله فهذه فارقية قد تكون بغضل يذكر المؤرخون ويذكر الخطباء دائما بأن هناك قواسم مشتركة بين الشخصيتين شخصية الحسين سلام الله عليه وشخصية أحيان إذا أتكلم عن فوارق وعن قواسم يمكن يجيني واحد يقول لي يا شيخنا أنت لو بتدور في التاريخ حتى أنا بعد في قواسم مشتركة حتى مع رسول الله يمكن أن من ممكن أن تحجد لأي شخص قواسم مشتركة مع غيره صحيح لو لا موش جديد يمكن أن يكون يشترك معه في اسم يشترك معه في كذا في صفة يمكن لا أنا حينما أتكلم عن القواسم المشتركة أتكلم عنها كما جاءت في لسان روايات حينما يأتي الإمام ويجعل قارن بين الأمرين يعني مو جاية من خلال الناس ولا جاية من تأليفات الناس ولا من استحسانات الناس وإنما معظمها جاءت إما على لسان الأئمة عليه السلام هذه المقارنات وإما على لسان العلماء وبالتالي يكون لها قيمة يكون لها اعتبار من ضمن الأشياء التي اشترك بها التسمية الله سبحانه وتعالى اختص نبيه يحيى بتسميته يعني أنزل يحيى أعطاه إلى زكريه وأعطاه الإسم من الله وقال ولم نجعل له من قبل سميع اختار له هذا الاسم يحيى الذي هو على صيغة الفعل المضارع بعضهم يقول لأنه أحيى به الإيمان وزهر الإيمان في قلبه بعضهم يقول بسبب أنه أحيى به عقر أمه ولكن ما أراه الله العالم أن يحيى الذي كان بصيغة الفعل المستمر المضارع إنما سمي بذلك لأنه سوف يعيش أبد الدهر وذلك حينما يستشهد الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيى وَمِنْهُ يَحْيَى فَكَأَنَّمَا هُوَ إِشَارَ إِلَى بَقَائِهِ عَبْرَ التَّارِيخ هذه التسمية جاءت من الله ولم يجعل له من قبل سمية رأيت عن بعض العلماء أيضا أن تسمية الحسين بعض الروايات موجودة من الله سبحانه وتعالى ولم يجعل له من قبل سمية هذا الجانب الأول الجانب الآخر أن قاتليهما أبناء بغايا ولا يقتلوا نبيا ولا أبناء الأنبياء وذرار الأنبياء إلا أبناء البغايا وهذا جوارد أيضا في بعض النصوص أيضا تشابها في مدة الحامل فكلهم منهما مدة حمله ستة أشهر هذه عمليات جاءت من أجل واقعا قواسم مشتركة في هذا الأمر أيضا من الأمور المشتركة التي وردت في الروايات أن السماء والأرض بكت على يحيا كما بكت على الحسين ولم تبكي السماء والأرض على أحد غيرهما أبدا فكانت السماء تبكي بكت على يحيا كما بكت على الحسين سلام الله عليكم من ضمن المشتركات أيضا ما ذكره بعضهم من أن الدمير في كتاب حياة الحيوان وغيره يذكرها من أن هناك أناس تكلموا بعد موتهم منهم يحيا ومنهم مؤمن آل ياسين الذي قال يا علي تقوم يعلمون بما غفر لي ربي ومنهم الحسين بن علي هو ذي تذكر وعدة نصوص تذكر أن رأس الحسين سلام الله عليه كان يتكلم وكان يتلو القرآن لذلك تجد يا أخي ومو بس للايين حتى في رواية أنا شفتها عن صحابي زين أيضا يذكرون بأنه تكلم بعد الموت ويذكرون لي بعض الأمور ما أدخل الآن في حيثياتها هذه القواسم المشتركة ما بين الإمام الحسين ويحيا في الواقع هذا اللي ادعى أبناء الطائفة لأن يحيوا ذكرى وفاة واستشهاد نبي الله يحيا لوجود هذا التشابه الكبير ولوجود هذا التشابه الكبير يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول ما نزل أبي الحسين منزلا ولا ارتحل من إلا وذكر يحيى بن زكري الذي أهدي رأسه إلى بغي ومن هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى إلى بغي كما تماما كالحسين سلام الله عليه وتعرف القصة وردت في عدة آراء لكن مجملها أن ملكا يعيش في عهد يحيى كان أراد متزواج من أحدى محارمه وكان يحيى يحرم ذلك فأبى عليه ذلك واعترض عليه فكان منه أن قتل يحيى وبعضهم يقول طلبت تلك المرأة رأس يحيى وإذا بالفعل يأتي برأسه في طيشت ويضعه أمامها هدية هوان الدنيا يا أخي على الله إذن جاء نبي الله يحيى بتمني ودعاء من أبيه زكريا لذلك تلاعب حيثيات مشترك ما بين يحيى وبين الحسين سلام الله عليك يا زكريا طلب من الله يحيى وبالفعل الله سبحانه وتعالى تقول الرواية إن زكريا طلب من الله أن يعلمه الأسماء أسماء الخمسة أهل الكساب قرأ الأسماء الخمسة قال يا ربي ما لي كلما قرأت الأسماء الأربع الأولى محمد وعلي وفاطمة والحسن ينشرح صدري أبتهج لكن من أوصل إلى الإسم الخامس الحسين تخنقني العبرة ما لي كلما قرأت هذا الإسم قلبي يضيق أعلمه الله بما يجري على الحسين قال إلهي ارزقني ولدا كالحسين وافتني فيه وافجعني فيه كما تفجع محمدا في ولده وبالفعل الله سبحانه وتعالى أعطاه أعطاه يحيى وفجعه فيه ترجمة نانسي قنقر